ليس عطشاً وحده ألابسه أيضاً عطشاً وتحت درجات حرارة الخمسين وأكثر يصبح خرطوم الماء أو الصندة صديق العراقي في الشارع والبيت والعمل ربما دقائق حتى تجف الماء وكأن شيئاً لم يكن يحدث هذا في عموم العراقي الأكثر لهيباً في الصيف وجوه تغلي من صيف مجنون وهذه مهارة تضاف إلى قائمة مهارات العراقيين في مواجهة جنون الشمس أما الثلوج التي لا تتساقط من السماء في مناخ كمناخ العراق أصبحت اليوم متوفرة في جميع أنحاء البلاد الثلج هو الملاذ الأخير لخوض معركة التخفيف من غليان الحرارة وقد تتحول قطعة الثلج إلى هدية في العراق بين عزيزين قطعة ثلج على قدر المحبة تظهر في هذه الأوقات وإن نويت زيارة لعائلة صديقك تمهل خذ جولة نحو نهر دجلة فالعائلة الآن منشغلة في وقت الماء أما في البيوت فعليهم بالكارتون خصوصاً عندما تنقطع الكهرباء وكثيراً ما تنقطع